اشتركوا في القناة منتخب الوطني المغربي غانم رومان سايس للاستفادة من خدمته وخبرته في الدور الإنجليزية كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريدة يحط النادي الملكي على التعاقد مع نجم المنتخب الوطني المغربي في الصيف المقبل برشلون الإسباني يعين عن قراره النهائي بخصوص مستقبل عبد السمد الزازولي مع الفارق الكتالوني المدافع المغربي نصير مزروي يتوج رفق شباير ميونيخ الألماني بلقب الدول الألمانية أثار اللقاء السريع الذي جمع الدولي المغربي حكم سياش مهاجم نادي تشيسيل لندوني لكرة القدمة بمدربي السابق الهولندي تينهاغ عقب نهاية المباراة التي جمعت بلوز بضيفه مونشيستر يونيتد الخميس الماضي وبملعب أولد واردفورد برسم المؤجل الجولة التيني والثلاثون من الدولي الإنجليزي أتار الكثير من الجدالة خاصة وأن تلك اللحظة استعد خلالها الدولي ابتسامته السابقة بعد أن دخل المباراة في الدقائق هالعشر الأخيرة بحالة معنوية سيئة لكون فريقه كان منهزما بربعية نظفة وتفاعل أنصار النادي بشكل قوي على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللقاء الذي جمع زياش بمدربي السابق واعتبره خطوة أولى نحو بداية جديدة للدولي المغربي خارج تشيسي ورفقة الشياطير الحمر لعدة اعتبارات أبرز واختراب حكم زياش من مغادرة حتمية لأسوار النادي الأزرق ورغبة الهولندي في إسيادة صانع الألعاب السابقة لنادي أجاكس أمستردام الهولندي يعزم فريق نيوكاستل الإنجليزي لتقديم عرض للدولي المغربي غانم رمهان سييس لعب نادي باشيكتاش تركي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وحسب موقع تي إغ تي سبورت التركي فإن نيوكاستل يتطلع للتحاقد مع غانم سييسي الفترة القادمة من أجل استفادة من خبرته في الدولي الإنجليزي بعدما لاعب لست سنوات مع ويلفر هامتون قبل انتقاله إلى باشيكتاش الصيف الماضي وأورد المصدر ذاته أن إدارة مكابيس وبعد احتلال المركز الرابع في الدولي المؤهل للدولي أبطال أوروبا الموسم القادمة ترغب في تحزيز صفوفها بلاعبين مجربين لتحقيق أفضل نتائج وبدوره كشفت المصادر التركية أن إدارة باشيكتاش موافقة على انتقال السيسي الذي يربطه عقده بالفارق إلى غاية السنة القادمة لكن لن تسمح له بالمغادرة الفارق دون الاستفادة من مبلغ مالي يقدر بخمسة ملايون يورو وأدف الموقع التركي أن مداري بن نسور شينيو غنيش وضع سيس دي من القائمة اللاعبين الغير المرغوب فيه من الموسم القادمة وهو ما يعزز فروض مغادرة اللاعب المغربي للدولي أسبور ليغا وكانت تقارير إعلامية سابقة قد كشفت أن عامل الأسود يتطلع للعودة إلى الدولي الإنجليزي بعدما سبق وأن ارتبط اسمه بفارق نيوتينغا هانفروس الإنجليزية وينتهي عقد سيس مع باشكتاش في يونيو 2024 بعدما انتقل إليه حرا من ويلفر هامبتو الإنجليزي في الصيف الماضي يتابع نادي ريال مضريد الإسباني النجم المغربين وصير مزروي في دل إمكانية تحركه للتعاقد مع اللاعب عقب نهاية الموسم الحالي واستغلال الوضع السيء الذي يعيشه مع النادي البفارهي وفق صحيفة فوتبول إسبانيا فإن ريال مضريد مهتم بمزروي ويتابعه سعيا لتعزيز المركز الظاهر الأيمن الذي يعتبر من بين إشكالات الملكي في الموسم الحالي وتابعت أن ريال مضريد يسعى لاستغلال مخاوف مزروي بعد ردود فعليه الأخيرة التي أبدى فيها السياء من وضعه مع المدرب توماس دخيلة وأن مشاركته الحالية تعد مؤقتة بسبب الإصابة التي تطلع عليها العناصر الأساسية ويتأثر مزروي اهتمام كبار الأندي الأوروبية وعلى رأسها برشلونة وريال مضريد الإسبانيين لرغبتهما في تدعيم جناح الأيمن من الخط الخلفي بالموازرة المؤهلات الجيدة التي يتمتع بها الدول المغربين وصير مزروي أفاد التقارير الإينامية بأن برشلونة لازال يدرس خيارين بين الاحتفاظ باللاعب المغربي عبدالصمد الززولي في الفريق عند انتهاء فترة إعارته لنادي أوساسونة أو التعاقد مع لاعب أطلشيكو مضريد ياني كاركسو وأوضحت إداة إغ آسي أن النادي الكارتالوني سيتخذ القرار المناسب خلال الأسابيع المقبلة بخصوص ضم ياني كاركسو الذي أقنع الطاقم الفني للفريق أو الإبقاء على الدول المغربي في الصحف الكطالونية هذا هو في حال تواصل إدارة برشلونة بعرض جيد لعبدالصمد الززولي سيصبح بعقده ورحيله مؤكدا بينما سيكون في تناول برشلونة ضم اللاعب البلجيكي في الميركاتو السيف القادم مقابل 15 مليون يورو ويشار إلى أن بعض الأنذية الإجليزية بما في ذلك ليدزيونيشد أبدأت إهتمامها بالتراقض مع عبدالصمد الززولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة توجد دول المغربي نوستر مزروي رفقة فارقه باير ميونخ بالدول الألماني يقبى فوز هذا الأخير على الكولونة في آخر جولات البوندسليغة ونجح باير ميونخ في الحفاظ على لقبه بطلال الدول الألماني يقبى انتصاره على مضيفه كولونة بهدفين لواحدة مستفيدة من تعادل بروسيا دورتموند أمام مينيز بهدفين لمثلهمها وإحتل الفارق البافاري صدارت الدول الألماني برصيد 71 نقطة وهو النفس الرسيد بروسيا دورتموند غير أن الفارق الأهداف منح اللقب لباير ميونخ وبهذا الفوز يكون باير قد أضاف إلى خزينته اللقب الدولي للمرة الحاضية عشر للتوالي والثالثة والثلاثون في تاريخها حيث تشدر الإشارة إلى أن المباراة التي جمعت باير ميونخ بمضيفه كولونة شهدت مشاركة الدول المغربين وصير مزروي كأساسية شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية شكرا على حسن المشاهدة شكرا على حسن المشاهدة